إذا صمت يوم سيام تطوع ليس فريضة فإن الله تعالى يبعيدك بهذا اليوم عن النار سبعين سنة أن الله تبارك وتعالى جواد كريم رحيم غفور ودود فما علينا إلا أن نسلك الطرق الموصلة إليه ومن أهمها وعيسرها وأسهلها الصيام ولهذا جاء في الأحاديث أن من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفة أي سبعين سنة إذا صمت يوم سيمتطوع ليس فريضة فإن الله تعالى يبعيدك بهذا اليوم عن النار سبعين سنة مسافة وهذا خير كثير وإذا أن الإنسان صام من الشهر ثلاثة أيام فقد حصل خيرا كثيرا والحسنة بعشر أمثالها وإذا صام الإنسان الاثنين والخميس معها حصل خيرا كثيرا فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وعنتم الفقراء ترجمة نانسي قنقر